موسيقى عزيزي المشاهدين أهلا ومرحبا في عدد جديد من برنامجكم برنامج أديان نشوفوا هذا الفيتيار ونولوا البلاطو سرطان القلون المستقيم خطر داهم وزاحف ليطال 5000 جزائري سنويا ويتحول للمرضى الخبيث الأول الذي يصيب الرجال والثاني عند الجنس اللطيف في الجزائر ابتداء من 2017 هو الآن السرطان الأول بالنسبة للرجال هو السرطان الثاني للنساء حوالي حوالي 5000 حالة جديدة سنويا إخلال بالتوازن الغذائي ونقص الألياف والأكل الغير صحي كلها أسباب تؤدي لظهور أعراض الإصابة بسرطان القلون المستقيم الذي غالبا ما يتم اكتشافه في مرحلة متأخرة المشكلة في سرطان القلون المستقيم هو أنه معظم الحالات هي تكون في المرحل المتقدمة يعني 50% من الحالات هي في المرحلة الرابعة أسباب السرطان القلون المستقيم هي أسباب متعددة ولكن أهمها هي أنه لعدم التوازن الغذائي خاصة نقص المواد التي فيها الألياف في الأكل التعنى ولهذا نرى الناس أصبحت الآن أكثر الأكل التعنى الأكل السريع الفاست فود إلى آخره إلى آخره وهذا ما أد إلى ارتفاع هذا العدد في مواجهة هذا الخطر الصحي الداهم يبقى الأكل الصحي والإكثار من تناول المواد الغنية بالألياف على غرار السبانخ والسلطة والخضروات بمختلف أنواعها سبيل متاح لتجنب الإصابة به إلى جانب الفحص الدوري والمبكر لتجنب الأسوأ لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة البروفيسور رحال ليس المدير العام للخدمات الصحية بوزارة الصحة والمكلف باللجنة الوطنية لأمراض السلطان في وزارة الصحة أهلاً ومرحباً بروفيسور شكراً مرحباً بك شكراً للاستضافة أسعد أيضاً باستضافة البروفيسور عدا بنجار رئيس مصلحة أمراض السلطان بالمستشفى الجامعي للبوليدا ونائب رئيس الرابطة العربية لأمراض السلطان وعضو باللجنة العلمية بروفيسور بنجار أهلاً ومرحباً شكراً على الدعوة نبدأ بك بروفيسور بنجار شفنا في الفيتيار أن الإحصائيات الجديدة تقول أن أول مرض سرطان من ناحية الانتشار للرجال وثاني مرض للنساء وهذا المرض النسبة والارتفاع ولا بطريقة خطيرة جداً كيف تفسرون هذا الارتفاع وما هي الأسباب؟ إذن في البداية شكراً على الدعوة سرطان كولون المستقيم حقيقة أن السرطان يمثل مشكلة على المستوى العالمي إذا شننا الإحصائية على المستوى العالمي هناك أكثر من مليون ومئتين ألف حالة جديدة سنوياً وفيه حوالي 700 ألف وفات ناجمة عن سرطان كولون المستقيم يمثل من ناحية الحالات حوالي 11% ومن ناحية الوفيات يمثل حوالي 8% إذا نرجع الجزائر الجزائر نحصيه سنوياً حوالي 50 ألف حالة سنوياً فيها حوالي 4500 إلى 5000 ألف حالة جديدة سنوياً فيما يخص سرطان كولون المستقيم سرطان كولون المستقيم الآن في الجزائر يعتبر هو السرطان الأول بالنسبة للرجال وهو السرطان الثاني بالنسبة للنساء حقيقة يعني عندها حوالي 10 سنوات أو لا أكثر سرطان كولون المستقيم كان في المرتبة الرابعة أو الخمسة لكن الآن بدأ يأخذ مراتب المتقدمة والآن هو أنه حتى على المستوى المغرب العربي والمستوى العربي أو المستوى العالمي مكاش دولة لسرطان كولون المستقيم يحتل المرتبة الأولى في الجزائر يحتل ولهذا نظن أنا حان الوقت باش ندقونا قصر خطر حول ما هي الأسباب وكيفية علاج أو ديبيستاج بريكوس لهذه الكشف المبكر لسرطان كولون المستقيم بروفيسور رحل ياس منذ 3 أو 4 شهور تم تنصيبكم من طرف البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد وزير الساحة كمسؤول على اللجنة الوطنية لتكفل بأمراض سرطان حقيقة في الميدان كيف يتم التكفل بسرطان الكولون والمستقيم؟ شكراً مرة تانية على الاستضافة اللجنة الوطنية للسرطان اللي كلفنا بها السيد وزير الساحة وسكوني صلاح المستقيم هي اللجنة عندها أهدف الأهدف الأولى هي توحيد العلاجات توحيد العلاجات الكيميائية نحن نرى ننخدمه مع أخصائيين وخبراء اللي يرهم في الميدان والإشكال الكبير السرطان الآن أنه هو كما نعود نقول للرقم العالمي أنه 9.6 مليون متوفي في العام في السنة في العالم يعني رقم رهيب قبل يعني الإشكال تعليل الكورونا احنا كنا في 2009 منظمة العالمية للسحات دقتنا كوصل الخطر وقالت باللي العالم رو يتجه نحو الأمراض غير المتنقلة بدون هذه الإشكال تعالكورونا والسرطان الحقل يعني في درجة كبيرة نعود أولا للأرقام الأرقام يمكن نقول رح نطرح يعني إشكالية أنه هل هو حقيقة ارتفاع أم حسن التقاط الآن السرطانات في الجزائر نفسر أنه قبل 2014 ما كانش عندنا سجلات السرطان في الجزائر يعني كنا نديروا احتمالات الحالات الجديدة للسرطان الآن السجلات السرطان ستجلات السرطان ستجلات السرطان ما نسمى كابتاشون إفكاس لذلك الآن نلتقطه بشيء إيجابي السرطانات وطرح الإشكال الحاليين هل هي حالة كانت كاينة وما كناش نلتقطها أم حسن ولا راه هو ارتفاع المهم أنه كما قلسي عدب النجار أستاذ عدب النجار كما قال رانا حوالي خمسالاف سرطان القولون والمستقيم لكانسي أرام في المرتبة الثانية بعد سرطان تدعي عند المرأة وفي المرتبة الأولى عند الرجال هذا ما نحططين في سجلات سرطان في الجزائر الاستراتيجية تعل الوزارة هي أولا الكشف المبكر هذا يهم كبير يعني حنا نعلم بلي سرطان القولون والمستقيم ميخلقش في الميكز اللي تكون سين يعني كان واحد الحالة اللي جي قبل ما قبل السرطان هي اللي راح تت... لีسون pré-concerous voilà ce qu'on appelle le polyp هذا LE polyp ديجنري اللي بلو سوفان يعني 9-10 سرطان حتى نفسر الروفية الرحال الواتن 이 polyp هي عقيدة يعني عقيدة يوني اكس croissance voilà العقيدة هذي هي اللي جي المرحلة ما قبل السرطان هذه المرحلة اللي لازم يكون استراتيجية كلها تكون عليها المديرية العامة للوقاية عندها مخطط استراتيجي للكشف المبكر في وزارة الصحة وكاين لحد الآن كاين عدة ولايات ورح يكون تفعيل هذا البرنامج برنامج الكشف المبكر اللي يعني يتحدثنا معه وسيعد ابو نجار كان حاضر يتحدثنا معه تفعيل الكشف المبكر لهذا البوليب حتى ما يتنقلش يولي سرطان يعني باش نقصوا من الحالات يعني اللي تكون خاطرة لتسبب وفايات وقبل ما تسبب وفايات رح يتسبب علاجات كبيرة ومؤثرة حتى على المرضى نتكلم على الجراحة نتكلم على المواد الكيميائية لسجلها دونك عن كالكو سورت هاي الاستراتيجية رحي أول لمن تركسها على الوقاية الكشف المبكر ثانيا أنه يكون الفحص والكشف يعني يكون لازم يكون سريع حتى ويكون سرطان وثالثا يعني توحيد العلاجات أنه يكون الجزائريين يكونوا حاملين المرضى السرطان والقلون والمستقيم لهذا هذا هو الشهر الشهر الأزرق أنه في هذه الحالة أنه في العلاجات لازم يكون توحيد العلاج الكيميائي وتوحيد حتى العلاج العمليات الجراحية تكون يعني موحدة في إطار وليس عديده وليس عمليات الجراحية وللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل واحد بالمئة وعشرة بالمئة من العشرة بالمئة اللي هي تمثل واحد بالمئة وثان النسبة للشيء الأخر هو عشر سنوات يعني بولي باش يولي سرطان المعدل تعمل تسائل عشر سنوات يعني باش يولي يعني إنسان اللي يكون عنده عوامل خطر يعني ربما عنده عامل ويراثي عنده واحد في العائلة أصيب بسرطان قولونة والمستقيم ودرنا له الكولوسكوبي يعني الكولوسكوبي لأفريقونس تحت كل خمس سنوات تقريبا هي كل خمس سنوات أنت تقول البروفيسور بونجار أنه من 9 إلى 10 سنوات حتى لو بولي بيتحول ويتغير ويرجع سرطان للقولون يعني لو عملنا هذا الكولوسكوبي كم دي بيستاج الكشف مبكر كل خمس سنوات يعني رانافل لأي طو رانافل للزام المناسب أكيد يعني هذا هو الشيء الأساسي وحتى من قضية خمس سنوات قضية هناك الكريتر للنسموم الكريتر دامستردام يعني هم مختلفين يعني من الشخص الآخر مثل الشخص الذي يكون إنسان عادي اللي ما عنده حتى عوام الوراثية واللي ما يكون عنده حتى سرطان في العائلة هذا ممكن يدير الدي بيستاج يعني ابتداء من 50 سنة واللي من 50 سنة ممكن يكون عن طريقتين إما هو الفحص من طرف الطبيب المختص والطبيب العام أو الآن قادما كنا نعمله فقط الاركتوسكوبي وبياكولوسكوبي اللي هي يعني عن طريق المنظار الكشف عن طريق المنظار الآن هناك فيه أدوات جديدة اللي الآن أصبحت متوفرة أكثر هو عن طريق فقط الدم يعني هو نحوسه على الدم إذا كان موجود في الفضلات إذا كان موجود الدم في الفضلات بعدها نروحه إلى تحاليل أكثر إذا ما كانش موجود يعني نتوقفوه تولي كل سنتين يعني الآن المشكلة الانشارش دو ميلينا نعم يعني وجود دم في الفضلات الاركتوراجي الاركتوراجي الاشكال هو وشنو هو أن السرطان كورونا المستقيم موش محتبر من السرطانات الأربعة اللي منظمة الصحة العالمية أو المنظمات اللي سوسيتي سافونت يطالبوا باش ندللهم دي بيستاج دو ماس يعني على غيرار مثل سرطان الجلد سرطان عنق الرحم سرطان الثدي هذا لازم دي بيستاج دو ماس أما سرطان كورونا المستقيم الآن اللي هو التحسيس والدي بيستاج اندفودييال يعني هي من المفروض هو مثل سرطان كورونا المستقيم وسرطان لكن لماذا الروفيسور عدى بنجار شوفنا تقول باللي سرطان الثدي هو سرطان الأكثر انتشار عند النساء دخلوها المنظمة العاملية الصحة في لو دي بيستاج دو ما هذا الكشف المبكر الشامل وسرطان كورونا المستقيم للانتشار تعمره بطريقة رهيبة ما دخلش في هذا برنامج لا لا هو لازم نشوفه على المستوى العالمي أنا نتحدث على المستوى العالمي يعني عدد سرطان كورونا المستقيم وليس مثل الأكثر 4.300.000 شفرا حالة على المستوى العالمي السرطان الثد يمثل أكثر من المليونين وبعض المرات لا يوجد رقم العدد مثل سرطان الرئة هو عددته أكثر من مليونين البروستاة العدد به حوالي 2 مليونين حالة على المستوى العالمي لكن نرى دفلا مثل أيضا الفائدة بالقشف المبكر عنده فائدة على الكشف المبكر على عدد الحالات مثلا عملناها في سرطان الرئة هناك يعني سيديزيتي تي كونتروفيرسي هناك اللي يقول باللي من الأحسن نقوم بالسكانير ونقوم بالالبسطنج بريكوس في السرطان الرئة لكن ما نديره لأنه غير مشي غير مسرح به لكن ما عندوش فائدة كبيرة هذا هو نفس الشيء لكن من الأحسن يعني خاصة الآن في المرحلة الراحلة وفي على مستوى الجزائر هي من الأحسن نقوم باللي أي شخص عنده سن التاع ويتعدى خمسين سنة نقوم بهذا الفحص اللي عن طريق هو هي قضية فقط ديبوندلات كما نفس الشيء كما السكر يعني شرح الكشف السهل الكشف السهل طريقة طريقة السهلة وتحتاج إلى تكنولوجيا متطورة لا تحتاج إلى تكنولوجيا كثيرة وما تحتاج إلى وسائل كثيرة والفوائد التحق أكبر يعني الفوائد التحق علىها أكبر يعني عندما يكون إنسان مثلا حتى ونشوفه بلي عنده بولي فقط هي لا ريزيكسون ساسي فيك يعني أم بلان كولوسكوبي حتى نوضحه المشاهد الكريم أم بلان كولوسكوبي نتندر لا ريزيكسون نعم هو البروفيسور راحل على أساس أنا وجرح وممكن يشرح الموضوع أكثر مني قبل أن نروح بروفيسور راحل أنت تكلمت على إحصائيات بروفيسور بنجار هل الأرقام الموجودة في الجزائر مقارنة بالأرقام العالمية هل نسبة الانتشار في الجزائر مرتفعة مقارنة مع المعدل العالمي إذا شننا المعدل بالنسبة للسرطانات ككل مثلا الجزائر سكانها حوالي 44 مليون لدينا حوالي 50 ألف حالة جديدة يعني ما يمثل 115 حالة لكل 100 ألف نسامة نشوف الدول الأخرى نأخذ مثلا أمريكا وفرنسا أو الدول الأخرى العدد كثير كثير يعني العدد تعلن سيدونسي في بعض الدول يفوق 250 حالة سنوية لكل 100 ألف نسامة يعني العدد بالنسبة للدول الأخرى ماهوش كبير لكن الشيء الآخر سرطان كورونا المستقيم رغم أنه العدد إن شوفوا مثلا نأخذ فرنسا عدد سرطان كورونا المستقيم أكثر 11 ألف حالة سنويا في الجزائر أقل من حوالي 5000 سنة 5000 حالة يعني العدد لكن ندقوا ناقصة خاطرة على أسس أنه يمكن لأن إذا درنا بعض السرطان خاصة إذا كانت في المرحلة الأولى التحى المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ممكن الشفاء منها بنسبة إذا كان في المرحلة الأولى هذي راح نقول لنا نقول لنا من بعد بروفيسور عدد بروفيسور راحان كنت كلمت أنت قلت على الشهر الأزرق هذا هذه داخلها في التحسيس لأنه هنا نعرفه أنه شهر أكتوبر شهر الوردي لسرطان الثدي شهر نوفمبر لشهر البروستان وهذه داخلها في التحسيس لكن شفنا للأسف الشديد في هذا شهر مارس شهر الأزرق للكل المستقيم ما كانتش حملة تحسيسية كبيرة مقارنة بشهر أكتوبر شهر طان الثدي وسؤال تاني بروفيسور راحان نجيك كما كان يتكلم عدة على الجراحة لأنه في أغلب الأحيان سرطان قلون المستقيم نروح للجراحة في أغلب الأحيان نقول وانت قبل كل شيء جراح بروفيسور في الجراحة ما هي نسبة نجاح عمليات سرطان القلون والمستقيم ولطايمينك في أي مدة يجب تكون العملية الجراحية أنا حبيت أن نعقب بركي قبل أن نتكلمه نتكلمه على الاستراتيجية تعدول من ناحية الكشف المبكر هي الحق للمنظمة العالمية للصحة تحت الدول على اتباعها على حساب الأخر لكن كل دولة على حساب السرطانات تحت في الجزائر ولا حتى دول أوروبية كل واحد عنده الاستراتيجية تعه على حساب مشاكله الصحية مشاكله الصحية المخصصة به في الجزائر كان استراتيجية الكشف المبكر لثلاث سرطانات هذه معروفة منذ سنوات هي سرطان تدي سرطان عنق الرحم وسرطان القنون والمستقيم الدولة كفرنسا عندها نفس الاستراتيجية تعالى سرطان عنق الرحم لكل لوتيروس سرطان القنون والمستقيم لكانسير كولوريكتو وسرطان التدي تدي عنق الرحم والقنون والمستقيم تكلمني على نسبة النجاح هذا هو السؤال هي نسبة النجاح على حساب السرطان يكون خلاص جاء وعندو لإنسانة وحمل السرطان هي على حساب لنسبة النجاح على حساب لدوغرية دوغرية دوغرية للمقلسي على حساب للاكلاسي تنم يعني لنفلتراتيجية تنم يعني لاتين في البروال والزادنوباتي والميتاستاز كل درجة يكون السرطان يتفر من درجة إلى درجة يعني إذا كنت في السرطان الأول في الدرجة الأولى يمكن تفوت 80% من نسبة النجاح لعملية الجراحية نحن نحسبو الإسperance دوغرية إلى 5 عام يعني شحال يقدر يعيش في 5 سنوات يتفوق 71% حتى 75% يكون في السرطان الأول بساح كي يكون في السرطان الوسترطان 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 يمكن يكون أقل من 5% نسبة الحياة الإسperance دوغرية إلى 5 عام يعني تحبط حتى الـ 5% هي على حساب الدرجة السؤال تتكلم قلنا أنه شهر أكتوبر شهر الوسترطان التحسيسية للحملة التحسيسية بالسرطان تدي وقلنا هذا شهر مارس اللي نسموه الشهر الأزرق للكوس كونابل وكلوري قطال شفنا أن الحملة التحسيسية ما يحيش في المستوى الهدف تعنا الحملة التحسيسية أشياء جيدة ولكن الجيد هو أنه يكون الكشف تذكير أنه السيد وزير الساحة عنده أسبوع يعني شفت القافلة حبطت للجنوب للكشف على سرطان القولون وسرطان التدي اللي رحوا للجنوب يعني شفت لكلينو موبيل اللي رحوا من فندق الصوفيتال عندها أسبوع رحوا حبطوا الجنوب بش يديروا هذه الحملة التحسيسية نعم أنه لازم تكون وإحنا الحملة التحسيسية هذه لازم تكون دير يعني من ناحية الإعلام وهذا سبب وجودنا اليوم الآن بش نعم حملة التحسيسية حنو تكلم سيد الأستاذ عدد بنجار تكلم على الإشكال العائلي حنو كي تكون يعني السرطان القولون كي يجي والمستقيم يقدير يجي في عائلات نتكلم على التوركو وهدو المعروفين الابوليبوس أدينوماتوس فاميليال هاد هاد الإشكال يجي في سرطان القولون يجي أقل من 35 سنة عند ناس يعني لكون عندهم عندهم هادو الابوليب عندهم على الحساب كل المستقيم تحهم والقولون هادو كي كي نحنا الإنسان يكون عنده ديجا واحد ران ندير في كل المساحات يعني لتكلف عند العائلة نحوص عليهم كامل وكامل العائلة الأخوات والإخوة الأفرات التي يتحهم كاملة لازم تعمل الكولونوسكوبي كي يكون عندهم نفس نفس البوليبوس يعني كثرة وجود البولي في القولون وفي المستقيم يجب يكون القولون هاد يتنح كامل مع المستقيم وبين سنحوص جينيتيك باش يحوصوا على الإشكالية هادوما الإشكالات نأكد أنه الاستراتيجية تعمل محاربة السرطان في الجزائر ما راهيش تكون يعني في الشهر الوردي ولا في الشهر الأزرق ولا في شهر نوفمبر لكن في الحملة التحسيسية الحملة تلعب دور وهذا نعاود نأكد لك بالوجود تعنا هنا أنه باش نحطه نحسه للجزائريين على الكشف ونحطه الجزائريين عن النمط الغذائي اللي يراهو يسبب إشكال يعني نشوفه بالألجيريين المجتمع الجزائري يراهو يبدأ يسوكسيدانطاليز يعني يراهو يولي كل اللي يراهو بلوس في الأكل السريع والأخر وهذا يسبب إشكال كبير يجب لازم يكون الغذاء بالألياف ونقص اللحم الإشكال الثاني كي تكلمت على الفاصل قسير البروفيسور رحل ونولو الحصة ونكملو الإشكال تاني أهلا وسهلا بكم من جديد بروفيسور عدا بونجار كنا تكلمنا في الشطر الأول من الحصة مع البروفيسور رحل على الحملات التحسيسية في هذا الشهر الأزرق ونت كلمتنا على الكشف المبكر الشامل يعني دي بيستاج بريكوس ماسيف هل يمكن تعطينا إحصائيات أكثر من الإحصائيات التي عطيتها في الشطر الأول بخصوص الأسباب بخصوص نمط المعيشة بخصوص تغضية العوامل الخطر لفاكتور دوريسك وكذا نسبة نجاح العلاج كنا تكلمنا مع بروفيسور رحل على العلاج بالجراحة وقال أنه كان مرتبط مع المرحلة التي اكتشف فيها المرض نحن نريد نتكلم معك على العلاج الكيميائي شيميوترابي راديوترابي تفضل هناك عدة أسئلة في سؤال واحد فيما يخص السؤال الأول هو الحملات التحسيسية الحملات التحسيسية هي المفروض تكون على طوال السنة وتكون من طرف جميع أطياف المجتمع تكون من طرف وزارة الصحة الأطباء العامون الأطباء الاقتصاصيون وكذلك الجمعيات باش تكون ما يكون العمليات هذه التحسيسية خلال شهر واحد كما تكلم البروفيسور الرحال لازم تكون على طوال السنة باش تكون مرضودية التحسي وتكون فعالية التحسي أكتر هذا بالنسبة للسؤال الأول بالنسبة للسؤال الثاني الأسباب الأسباب السرطاء الكل المستقيم هي متعددة لكن أهم سبب رئيسي للسرطاء الكل المستقيم هو نقص التوازن غذائي يعني ما كانش الإنسان ولا الفرد ولا في المجتمع ما يكوش يعني بالنسبة متوازنة أصبحنا الآن الأكل التعنا أكل سريع فاست فود وفقير من الفيبر يعني الألياف في الخضر والفواكه عطينا أمثلة بروفيسور عدد بنجار أمثلة خضر فيها الألياف ومنصوح بها منصوح بها لتفاديه هي كل الخضر منصوح بها يعني هناك دراسة قام بها المحد الوطني للصحة العمومية ليناس بي لانستوتي ناصونا دي سورتي بليك اللي كانشرف عليه بروفيسور رحال أنه المعدل العالمي مثلا اللي لازم الإنسان الشخص لازم يأكله في اليوم هو من مفروض أن يأكله على الأقل على ذيك منظمة الصحة العالمية تقول لك بين خمسة سبع آآ أنتر السين بين خضر وفواكه المستوى العالمي المطلوب مثلا هو أنه لازم على الأقل دو بورسيون من الخضر من الفواكه وثلاثة من الخضر المعدل في الجزائر معدل فرض التعنا نأكله 0.6 الفواكه و 0.8 خضر يعني 0.8 على ثلاثة يعني نقصين على المعدل على نقصين على المعدل العالمي وهذه يعني الخضر والفواكه تعتبر هي تعتبر شيء الواقي يعني فكرة هذا بروفيسور عدد اسمح لي نقطعك هذا نقدرون في السروح يعني بالقدرة القدرة الشرائية المواطنة ما عنداش علاقة بالقدرة الشرائية يعني أن القدرة الشرائية كي تقول لي القدرة الشرائية تقول لي اللحم وتقول لي الأشياء الأخرى حقيقة لكن في الخضر تقول لي مثلا الصلاة الخضراء تقول لي الطماطم تقول لي الفلفل تقول لي البيضانجال تقول لي الأشياء هذه اللي فيها اللي فيه بالبزاف الخرشف الكرمب هذه كلها يعني فيها غانية بالألياف وفيه الفواكه يعني الحمد لله احنا رب يرحمنا خاصة في الجزائر الفواكه عنا كل وقت ووقته مثل الآن فيه الوقت أكثر الآن قضية الحموض يعني خاصة البرتقال وما شبهها بعد أيام وندخله على الخوخ يعني كل وقت ربي رزقنا في الجزائر اللي ننجمونا ناكله فيه الخضر في وقتها الآن وقت الخضر وقت الجلبان هذا مهند كان دراسة بريطانية أثبتت أن الفواكه يجب تؤكل في وقتها يعني البرتقال والبرتقال في الشتاء لو تأكلوا في الصيف أو تأكلوا في الخريف يعني حتى تنقص حتى الفعاليات وتنقص حتى الفائدة الغذائية ولهذا كي نقول بالشيء الوحيد اللي مثبت في السرطة الكلومستقيم السبب الرئيسي هو عدم التوازل الغذائي ونقص في مواد في الأكل التعنى من خلال الألياف وزيادة في الدهون والشحوم مثلا اللحوم الآن تحتبر خطر بالنسبة سأكلوا مستقيم من مفروض يعني اللحوم ما تتعداش مرتين في الأسبوع وما تكونش لأبورسيون التحية يعني للوجبة ما تتعداش 250 قرام قضية الزيوت قضية القليان كثير قضية الفاسفود لسندويج قضية صودا حتى حتى بروفيسور حالة أنا كنت نكلمك على بروفيسور عدد بنجار أنه ربما حتى بعض المأكولات تغليب وتغليف ومظهر جدا لائق مثل الصودا المشروبات الغازية لكن هي حقيقة فيها بروفيسور فيها بروفيسور وتسبب سرطانة أخرى ما عدا سرطان مستقيم فيها لكولورو يعني فيها الزاء اللي نسموهم بال الملوينات عندها إشكال وتسبب حتى سرطان المثانا ولهذا نصح دايما نقول لا يوجد الاحتدال يعني واحد لا نشرح كأطباء أو نحرم الناس لكي نقول لا تشرب الصودا أو لا لازم تأكل مقري أو لا لحم لكن ربي يخلق الكون يجعل كل شيء بالاحتدال يعني كل شيء نأكل الخضر في وقتها الفواكه في وقتها نأكل كل شيء بالتزام بالتزام النقص السكر النقص الملح يعني تكون نسبة كبيرة الوقاية نقص عدد الوفاء الوفيات بأكثر 18% خاصة هنا الحمد لله عن طريق المحد الوطني للصحة العمومية وعن طريق المخطط للصحة أنه الآن لدينا إحصائيات شاملة حول السرطان لكن الشيء الذي نقصنا الآن الوفيات لأن هنا تصريحات يقول لك عدد الوفيات العدد تحكتها لكن في علمي ممكن يأكدها البروفسور رحال في الجزائر لا يوجد عدد الوفيات لا نجموش نعرف عدد الوفيات التي مرتبطة بالسرطان وهذا الإشكال أكثره مرتبط بالأطباء المريض يموت يتوفى لا يرحمه خاصة يكون في مناطق خارج المستشفى التي ننجمون في المستشفى التاع السرطان نكتبه مثلا السبب الرئيسي هو سرطان لكن يموت خارج المستشفى يكتب توقف القلب أكيد الذي يكون توقف القلب على ذلك لا يوجد إحصائيات حتى الآن في 2021 تاع نسبة الوفيات التي لديهم علاقة بالسرطان بروفيسور رحال ليس نعود نولي لك هو كان تكلم عدة وقال أنه المعهد الوطني للصحة العمومية كان قام وانت شرفت قام بدراسة تشرفت لمدة سنوات على هذا المعهد قبل ما يتم ترقيتك ترقيتكم على رأس المديرية العامة الخدمات الصحية هل حقيقة كنت تقدموا توصيات لوزارة تجارة بخصوص هذه المشروبات وهي عندها لكن شفنا غياب وزارة تجارة غياب السلطات غياب حتى النيابة إذا تكون مأكولات أو مشروبات أو تسبب خطر على الصحة هنا وزارة صحة هي اللي يجب تدخل هل المعهد الوطني صحة العمومية قام بتوصيات للسلطات المختلفة للأمانة أولا سيد عدد أبو نجار تكلم عن لونكات ستيب لونكات ستيب حقيقة المعهد الوطني الصحة العمومية يعتبر عنصر فعال في هذه الانكات هذه الانكات ستيب هذه الانكات دورية يعني تحدث كل خمسة أو ست سنوات في كل دول العالم التي تشرف عليهم منظمة العالمية للصحة هي الانكات ستيب وفات هذه الانكات منظمة العالمية منظمة العالمية التي تشرف عليها وفات منظمة العالمية المعهد الوطني الصحة العمومية بمعيات إطارات وزارة الصحة يعني تعاونوا بشي انخرجوا يعني عدة انمات موش برك النمات الغذائي يعني كل الاتitude comportementale تعل الالجيري المواطن الجزائري يعني يعني الانكات الانكات المواطن الجزائري يعني الانكات 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 خرجت في 2018 الانكات الانكات هذه حاجة كبيرة للبلاد هذه الانكات يعني تأخذها دولة الجزائرية وهي قطاع الصحة وزارة الصحة تأخذها بعين اعتبار الاستراتيجية تخرج من هذه الانكات للامانة التانية انه ما نقدرش نقول بلي وزارة تجارة ما عملت والو بسك هل كان لكم توصيات كما هد وطني لصحة العمومية اللي كان يشرف عليه البروفيسور رحل ياس هل قمتم بتوصيات الى الوزارة المختصة هني جاي يفو صور بلي كل القطاعات المعنية بالصحة المواطن تكون وحنا الوزارة التجارة يعني ستنبت اطارات وزارة التجارة نخدم معهم يعني على مدار السنة حتى نعطي الاسماء تحهم وتقدر تكلم بالمناسبة احنا نحيط الى الاستاذ قلي ساب الله يبارك فيه انسان هايل يعني اطار في وزارة تجارة ويمكن تريس سجل هو هو ستنبت فوكال اللي يخدم معنا مع وزارة السحة منذ عدة سنوات قبلي يعني يعني نقول انه ستنيني استاذ قلي هو ستنبت فوكال اللي معنا في وزارة في وزارة سحة نخدموه نخدموه نخرجوه للتوصيات احنا الهدف تعنا التغيير احنا تكلمنا هل هل المعهد الوطني الصحة العمومية اللي عنده مدير العام تعال الان تقدر تسقسي نوردين اسماعيل الاستاذ نوردين اسماعيل لنحييوها بالمناسبة هو رهو تحت وصاية وزارة السحة يعني كل اعمال اللي يقوم معها المعهد الوطني الصحة العمومية هي هي ب وزارة السحة لتقديم عمل سارست يعني نعمله في اطار يعني واضح باين توصيات الانكات ستب راه في وزارة السحة كي تكملت طلعت الوزارة السحة والاستراتيجية الان استراتيجية الوقاية استراتيجية محاربة الامراض الغير المتنقلة تاخد بعن اعتبار هاد الانكات ستب لوجدت في 2018 انا واش حبيت نعود للنمط الغذائي احنا نرى نشوف كما انت سألت مقبل الاستاذ عدى بنجار تكلمت وقلت له يعني على الارقام الفرق بين الدول النامية والدول المتقدمة في ناحية السرطان واضح الاعداد يعني النسب السرطانات الجديدة مقارنة بين الدول النامية والدول المتقدمة الدول المتقدمة عندها اعداد هائلة نقدر نقول لك في استراليا احنا في الجزائر بين 112 و 115 حالة 100 الف نسمة تلحق بين 250 و 300 لمية الف نسمة في استراليا في امريكا في الدول الأوروبية الفرق انه نسبة الوفيات في الدول النامية اكبر من نسبة الوفيات في الدول هاي الفرق الكبير من الدول المتقدمة حتى ويكون الرقم تحهم هايل هذا رجع لعدة اسباب الاسباب الاولى انهم التقنية تقنية يعني تقنية الجراحة الكشف المبكر تقنية الكشف يعني كشف بصفة عامة تكفل بالعلاج انت تعلم بالدول المتقدمة عندها تقنيات كبيرة ولازم الجزائر لازم من ضروري انه يكون يعني نروحوا هاد يعني التقنيات الجديدة من ناحية الكشف من ناحية العلاج تانيك حتى العلاج نظن هذا هو الهدف تعوز السحة انه الجزائر لازم تكون عندها تقنيات لازم تكون عندنا هنا في الجزائر هذا يعني الخبار الاجانب يعني لازم عملوا باش يكون عندنا استيراد التقنيات الجديدة التي تستعمل في الدول الاوروبية والدول المتقديمة في النقطة هذه كان وزير السحة انا فهمت المقصود من الكلام كان وزير صحة صرح منذ تقريبا اسبوعين في البوليدة على ضرورة الاستفادة من خبرة الاطباء الاجانب وكان تأويل لبعض الاعلاميين او بعض الصحفيين نقول لأول هذا الخطاب وحرفوه وخرجوه من الكنتكست يعني خرجوه من النطاق وقالوا كيف نقولها بكل صراحة احنا رأنا اطباء بينتنا وعلى بلنا نحتاج لخبرة دولية خبرة الأمريكان خبرة الأوروبيين خبرة اليابانيين وانه مفح تعيب لانه الطب في أوروبا الطب في أمريكا الطب في اليابان متطور جدا مقارنة اسمح لي فقط نعم متطور يعني حتى نوضح هذه النقطة فقط لنناس اللي ما تعرفش انه انسان اللي ما يعرفش حاجة في الطب ما عندوش حق يعلق على الطب اللي هو يعني يعني حتى فيه جراحين على الجانب في بعض المصالح يجوا نسفدهم يجوا حتى في بعض العيادات وخاصة ويجوا المستشفيات ويجوا للمؤتمرات احنا ما نكونوش يعني هذا الكلام يعني زايد وسيد الوزير وانا نقول باللي سيد الوزير الاستراتيجية وزارة الصحة راهي واضحة احنا الاستراتيجية نتكلمه يعني هل يعقل انه الجزائري حتى الى حد الان وهذا يعني هدو يعني الاستراتيجية هل يعقل انه الجزائري الان يلازم يتنقل للخارج باش يدير عمليا معقدة نعطيك المثال احنا في زراعة الكبد عند الاطفال في زراعة الكبد عند الاطفال هل يعقل انه الجزائري ويخلص يعني الجزائري الطفل الجزائري يروح زراعة الكبد في من سميش الدولة يقعد يعني ستة شهور يعني لابريزان شارش تاعه وتكون الفاطورة الجزائري تكون كبيرة يعني ما نقدرش احنا احنا التصور تاعوزارة صحة التصور تاح انه اولا وهذا يعني اميدياتما سيد ريدوير دابور لزهوسبيتاليزازون داني باي اوروبيا هدو عندنا امكانيات اولا حتى مدان صندوق ضماني اجتماعي مدان لبعض البلدان لحد لان مدفعناش الفاطورة لكن بروفوسور حالنا وحبيت نقطة فقط خليني نقول كلمة سيب العزور انا واش احب انا منعقبش على الضمان الاجتماعي انا نتكلم على وزارة صحة واش تقدر تعمل وزارة صحة وهذه من اهداف الاولى تأسيد وزارة صحة انه نقص فاطورة يعني فاطورة المرضى في الخارج نتكلم على الاعويجاج الفقاري نتكلم عن زراعة الكبد نتكلم على المرضى السرطان المعقدة باشياء يعني بسيطة نقدر نديرها انه اليوم بعته جزائري يروح يقعد تلت شهر ما يقدرش يمس مريض اجنبي ما عندوش حق يقول لك عندو حق يمس مريض اجنبي علش مالش الخبير سيد الوزير السحة تكلم عن الخبير الاجنبي تكلمناش حنا العالق طيبة حنا ما عندنا حنا رانا يعني بناء القطاع حنا ما عندنا اي شك في القدرات تاع الجزائري قدرتها جزائريين وحنا وكان جزائريين يعني دي زالجيريين اللي عايشين في الخارج جزائريين اللي عايشين في الخارج هما أولى يقولوا البلادهم وحنا نوجدونهم كل تسعيلات نتكلم على كريم بوجمعة اللي عمل زرعة الكبد في الجزائر اللي هو من أصول جزائرية رو يجي من خلاف هذا الكورونا سيد الأستاذ كريم بوجمعة جزائري ومرحبا به في بلاده هو فرنسي الجنسية وكان يعمل في فرنسا أنه يجي للجزائر نعم نستقبل أولا لعطباء الخبراء الجزائريين وعندهم كل تسهيلات باش يعملوا هنا في الجزائر حتى السيد الوزير السحاة كان يتكلم على الخبراء الخبراء في الطب لي يعني يجي يقدم دفعة للجزائريين باش يتحصلوا يزيد إحنا نحوسوا على القيمة الإضافية مراناش يعني لا نتكلم على الطب الطب يعني لكن هذا لا حرج بروفزور يعني حتى لو نجيب أطباء بريطانيين أو أطباء ألمان كيف شفنا أنا في ألمانيا حتى أنا كان مبدأ المعاملة بالمثل حنا شفنا طبيب ونقولوها بكل صراع في البلاطو ونعنا حرية نتكلموا الحق نقولوه ولو كان مرا شفنا في فرنسا أطباء جزائريين وأنا وراحوا كأطباء جزائريين ولا يخدم أدسوانيون في فرنسا ما يخدمش حتى ممرض وحتى دار لكيفالونس وبعد عشر سنوات لا يترجل سوى لغضوية أو لا يعني لكن في ألمانيا الشهادة الجزائرية معترف بها يقول لك روح دير لا شمح لي يا سيارح نعم نكمل فقط هو في ألمانيا تروح كطبيب جزائريين ونحن نعرف أن ألمانيا متطورة على فرنسا في الطب والبحث العلمي وأثبتت في هذا الكورونا أثبتت حتى في الجائزة نوبل أنها متطورة على فرنسا ألمانيا قوة عالمية في شتى الميدين وخاصة في الطب والبحث العلمي الطبيب الجزائري يكون عنده المستوى في اللغة الألمانية إلى بات بروبلم دولونك كيروح الألمانيا معترف بالشهادة الجزائرية إنما فيهاش حرج ولا عيب نجيب أطباء ألمان للجزائر بهي فورميولي يكونوني أطباء جزائري على العقدة الكمبليكس الانفيريوريتي تمتمو إحنا إحنا مازلنا نقصين في العلم مازلنا نقصين في البحث العلمي كنجيبو أطباء ألمان ولا نجيبو أطباء بريطانيين ولا نجيبو أطباء أمريكيين يلاحبوا يجونا هذا ما هو شعب هذا شرف نحن حبيت نقول نحن نقول كلمة نحن نعطيك نحن عنا أمثلة في العالم عنا أمثلة في دول اللي يشبهن تك تشوف في دولة كالسعودية عندها سجي ييش سودي جرماني حسبيتل يعني حتى الأمريكان كي يكون جزائري يعني مرمش يقولون انت مني الجنسية متهمش الهم وشي هم الدول المتقدمة الخبرة تاعك أنك تجي من السينغال ولا جي من الجزائر ولا جي من تونس كي تكون عندك خبرة ياخدوك ميكروسوفت الهند يعني جنسية هندية في ميكروسوفت يعني في مجلس الإدارة تول المتقدمة هكذا هكذا نحن نتكلمناش على الأطباء يعني طب الأسانتي دباز نحن نتكلم على الأسانتي دباز وسيد الوزير يقول القفزة النوعية يفوك لرجالي فاس سوء كاليتاتيف وماتير دو سانتي وما تقدرش تعمل لسوء كاليتاتيف بدون يعني خبرة أجنبية في بلدنا ولا وش حبيت يعني شفنا في بعض العيادات الخاصة منسموها شباسكونا بالضروات فيرد ببليسيتي لكن شفنا واحد العيادة خاصة في عالي الجزائر العاصمة اللي منذ أكثر من عشر سنوات اتخذت خطوات وجابت أطباء أجانب يوبرو فلاشيوريشي وكما كان يقول الياس يعني دارت ديزيكونومي وفرت الخزينة العمومية أموال طائلة لها لذيك 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 نبعت المريض وفاكتوريه لي ترواميل لسن ميلور الليلة في عيادة في فرنسا يعني هو جابه الهناية يجي طابب فرنسي يوجدوله عشر وخمستاش المريض وكان يجي وضمان الاجتماعي في هذه نحيوه يعني ما شغل نهضره سلبية نهضره الإيجابيات ونضم الاجتماعي دار دي 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 يعني يعني ما فيها شعيب لا وشوفنا عدة أطيباء أنا شخصيا نعرف طبيب في سيانة اتعلم مع هاد الأطيباء الأجانب في هاد العيادة الخاصة والآن نرى في مستشفى ويداوي الناس باطل وراء طبيب ماهر ما رأيك ما تعليقك وما تعقيبك على ما قاله الياس والله هي بعض المرات والله من الأحسن كما قلت انت في البداية ما تعلقش أحسن من التعلق يعني هناك هناك مواضيع اللي ما تحتاج للتعليق يعني الشيء كيكون واضح كي تقول باللي أنا حتى في الجمعية الجزائرية لتكون في تب العورام كل سنة أو في خلال السنوات نقوم بتربوساتر نجيب أجانب مكان حتى يشكلوا مكان حتى عقدة ويجون ونتبادلوا معهم الخبرات نفس الشيء أنا كيجيني واحد من فرنسا ولا من إيطاليا ولا من أوروبا ولا من أردن ولا من مصر ونتبادل نويها الخبرات ولا نتبادل التجارب كما أنا ممكن بعض الأشياء اللي ممكن تقول أنت كيفها الجزائرية ورح ينقل خبرات للواحد أجناء هنا لك بعض المرات أمراض اللي عندنا وحالة اللي عندنا هما ما عندهم هو يستفاد مننا ونحن نستفاد منهم هذا هو تبادل هذا هي تبادل تجارب وتبادل الخبرات والثاني الشيء الثاني هو ترانسفر تكنولوجي يعني كما قلت أنت يا أنيفا يعني أنا باش نبعث حتى المريض حتى بدون منها تعظم الاجتماعي أنا لبس بي والحمد لله وليه باش نروح مثل بلد أجنبي باش ندير عملية ولا باش ندير الشيء فيه اختصاص معين ونديره هنا في بلادي ويقول لي هناك الطبيب أجنبي مختص لأن هنا راهي سير سبيسياليتي الآن هناك مثال تقول في اليد جيرا حتى اليد راهي اختصاص في اليد هناك اختصاص تشوف بالك ممكن يكون طبيب واحد على المستوى العالمي اللي مختص في هذاك الشيء باش المريض يروح إما عن طريق الضمال الاجتماعي أو عن طريق المال الخاص يستقام له أكثر من اللي يكون هنا ونزيد الطبيب التاعة يتكون من عنده بالعكس هذه ما فيها حتى عقدون ما فيها حتى إشكال في نفس سياق في نفس سياق اللي كان كان يتكلم به عدالياس هل كان مشروع نوبيطال انترنسيونال في البوليدة أنا كنت شفت المسودة على المشروع وعجبتني بثاف كانت ندارت منذ أظن خمس سنوات وحتى فاتس المجلس الوطني للاستثمار اللي يسموه لوسياني اللي داروها بعض البروفيسورات الجزائريين منهم بروفيسور شاوي اللي هو سيونير في رونسون غاسترون انتيرولوجي ونحيوه بروفيسور شاوي من هذا المنبر اللي يكون المئات من الأطباء الجزائريين وضياري الاسبيساليزي وشنا نحكو القلون والمستقيم وكان منها رجال أعمال داروا أمبرتوناريا ألجيرو ألجيريا بريبي بريبي ألجيريا يعني أطباء جزائريين لا يوجد إمكانية مادية لأنه مئات الملايين ومعهم رجال أعمال الجزائريين يمشون معهم في المشروع ومعهم فلوسياني في المجلس والاستثمار ودعوا امتيازات وتحفيزات لكي يدير لكن هذا فالبوليدا يجعله كوم إنزان فرنش حتى لو يجي الطبيب وهالفكرة ممتازة اقتصادية حتى نوضحها للمشاهد الكريم إنزان فرنش وإنزان سودوان يعني كي يجي الطبيب الفرنسي أو الطبيب الإيطالي أو الطبيب الياباني للجزائر لا يدفع ولا رسوم للجزائر ولا البلد وحتى لما تعطيله يدي دي ميل أورو برابور الانترفنسون ليدرها لا يخلص على أولئة حتى الأطيباء يحب يجي يخدم عندك لأنه كلي رأونزان سودوان كيما نفهم المواطن كيما يشاري فريشوب في المطار وهل يعقل أنت في 2021 مكاش مستشفى خاص في الجزائر مكاش مكاش مستشفى خاص مستشفى مكاش مستشفى هذا المستشفى الدولي المشاريع المشروع لديك في موضوع مهم موضوع مهم أنا لإنستروكش من المنسطر أن تنظر الانترفن 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 ونأتك الخاص مهم القطاع الخاص مهم للمنظومة الصحية هذي يعني تحرير طاقة آني جايك آني جايك هذه في المصالح الصحية اللي نشرف عليهم أنا نعطيك مثال إه حتى نوضح المشاهد إليس حتى نوضح المشاهد أنت تشرف على المصالح الصحية الخاصة والعمومية خاصة والعمومية نكلمك يعني نعطي مستثمر في مدينة الخروب نعطيه ويتقدروا تأكدهم 400 مليار مستشفى خاص مفتوح مفتوح وكان اللي شارف باش أعطيته يعني الوطوريزات يعني المستشفى الخاصة في الجزائر كاين سكونابل لزوهش بي لزيتابليسمون هسبيتالي بخيفي عندنا كاين كانوا عندنا إشكالات عندنا أكثر هي أكثر أنها كليني كمستشفى لا لا هي مستشفى كاين فرق بين كلينيك ميديكو شير وليتابليسمون هسبيتالي بخيفي فرق كان عندنا واحد الإشكال على حساب واحد الوزارة الخضعة لقوانين دولة أنه يعني ما لازم شيفوت خمس سنوات كانوا عندنا المستشفى الخاصة ليثبت لهم إشكال من ناحية المستشفى من ناحية اللي يعني اللي ديباسا والله تع خمس سنوات أرنا نسعاو باش نجيبو يعني تسريح أكثر من مئات من مئات مستشفى مستشفى خاص أكثر من مئات يعني عيادة باش نجيبو لهم تسريح ليعني اللي فاتوا خمس سنوات نتكلم لك نعطي مثال على مستشفى خاص في ورقلة في ولاية ورقلة هذا من أولى الأولويات للمصالح الصحية اللي نشرف عليها تعوي ولاية ورقلة هذا احنا يهمنا بزاف علش يهمنا يهمنا مش باش المواطن يروح يخلص هذا مستشفى خاص مستشفى خاص مستشفى خاص في مئة سرير في ولاية ورقلة وكل الناس هو ديباسة لخمس سنوات هذا احنا يهمنا وأولويات وحتى يعني المستشفى يعني نستقبل العائلة نتكلم معهم أنه لازم لرخصة يعني تسريح باش باش ديباسة لسنكو القانون الجزائري يقول خمس سنوات هادو هادو هنرن نسحو باش تكلمت على ورقلة أنا وريد فقط نقطة موضح نقطة ولاية ورقلة أنا تلقيت ولاية بشار تلقيت من بعض المواطنين ولاية ورقلة شكاوي عديدة لأنه كان فيه مستشفى ولي كان واحد الوالي ما نسميش اسمه يعني كان وعدهم بواحد المستشفى من بعد قال لك المواطنين حكاولي قال لك كل سنة يعاودي يسبغلنا المستشفى اليوم حمر اليوم خضر غدو أصفر ومدرويل في هذا المستشفى وللأسف ولي كما ذا رح يرقاوها في ولية كبيرة في غرب الجزائر يعني هنا في أوليو دي سونكسيوني ولي نرقو الولاة الفشلين كم دكتور بلعزوك خلينا في العلم خلينا في وزارة صحة لا لا لكن سياسة لعلاقة بالعلم خلينا في وزارة صحة الرجل المناسب في المكان مناسب أمس أمس وسيد بلك نرقو الناس نرقو الكفاءات أنا ذهبت يعني كنت أمس جاني المستثمر من ولاية بشار وتكلمت مع الطاقم تعل مديري العمل للمصالح الصحية تكلمت معهم سيتون بخيوريتي دي بريوريتي يعني أولويات اللي هي الضابة العليا أنا أنا نتكلم بصراحة نتكلم بصراحة أنا ولاية الجزائر متهمنيش كيما ولاية بشار ولاية الجزائر تغطية صحية لبس بها في ولاية بشار ولاية ورقلا ولاية ميلا نتكلم عن نخديت أمثلة على الولايات هذو يهمون أو أولويات وانت تقدر جي يعني تزورنا في المصالح الصحية كما العادة تجي تشوف يعني المشاريع اللي يرهم يترد حبيت نتكلم على النمط صحي اللي يروا يأكد عليه وزير الصحة هو سكون أبل البيبي 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 هذا اللي يجب يعني نأكد عليه وصيد وزير الصحة بش هذا يقوله الديبلوبي يعني في الجزائر هذا اللي يكون يعني الدولة الجزائرية ويشارك فيه البيبي هذا هذا النمط هذا النمط الصحي اللي يكون بين السكتور الليبرال يعني بين القطاع الخاص والقطاع العام عدى بونجار البيبي البيبي اللي يجب نحو العقدات العام والخاص رئيس الجمهورية كان قال من الأولويات تكفل بمرضى الصراطان قالها في كم مرة حتى ندرت حوار مع وزير الصحة قال لي الرئيس الجمهورية تكلم لي على عدة نقاط وخاصة لاستعجالات يجب تتحسن الاستعجالات لي مراهيش في المستوى نقولوها بكل صراحة في الجزائر لكن قال لي وزير صحران يديرها من أوائل الأولويات وكذا التكفل بمرضى الصراطان لأننا نشوف يجو في حتى وين يروح الجراحة وفي غالب الأحيان ما تنجحش لأن يجو في مخطط كان فيه مخطط الفين نختمو معاك أنه لحقنا إلى نهاية الحاسة عدة كان فيه مخطط المخطط الوطني لأمراض السرطان كان يشرف عليه البروفيسور مسعود زيتوني الذي نحييه من هذا المنبر وكان البروفيسور الذي شاركه معه وخاصة كامال بوزيد نحييه من هذا المنبر من بعد أنتم الآن وش الاستراتيجية عدة بو نتجار هل ستكون هل سيكون تكفل بمرضى إن شاء الله هذا هو ما يتمنى هو التكفل أحسن لمرضانا خاصة كما قلت المخطط الأول أو انتهى من 2015 إلى 2019 إن شاء الله يكون فيه تقييم لأنه لا يجب تقييم لهذا المخطط الأول وإن شاء الله هذه ثانية من صلاحية رئيس الجمهورية يكون مخطط ثاني لـ 2020 و2024 الذي يعطي نفس جديد والذي يعطي القفزة ثانية لأن في حد ذات تكفل سيكون أحسن في 2021 إن شاء الله هذا ما نتمنى لأن إذا تكلمنا على التكفل التكفل هو في عدة مجالات إذا قلنا في الجراحة الجراحة تقريبا لم يكن إشكال كبير يعني الحمد لله كل الجراحين تانم كونين في صفة عالية وعلى المستوى الوطني منتشرين إذا تكلمنا أعذى لنطوم بطولوجي ثان هناك كفاءة عالية وموجودين على المستوى الوطني إذا تكلمنا على الإيمطولوجي فيه كفاءة عالية ولكن فيه نقص كثير في المصالح لأن في 2021 ما نستوعبه كل مرضى على أمراض السرطان الدم إذا تكلمنا على راديو تيرابي فيه يعني المستوى الجنوب الجزائري فيه تكفل تام خاصة مع المراكز الجديدة يعني فيه تكفل في الشرق فيه تكفل في الغرب لكن في الوسط ما زال فيه إشكال على موعيد الراديو تيرابي وهذا إشكال وهذا تحدي لازم يزال في 2021 إذا تكلمنا على نقو جيمي الديكال وهذا اختصاصي هناك فيه تكفل في 2010 كان معدل باش تاخذ موعد شيميو تيرابي 6 شهر الآن 10 أيام 15 يوم بالكثير يعني تتحصل على موعيد لكن فيه أدوية اللي إن شاء الله تكون موجودة في خلال هذه السنة من الحسن إلى الأحسن إن شاء الله عدد بنجار لأننا وشي همنا فوق كل شيء وقبل كل شيء يهمنا صحة المواطن والتكفل بالمريض شكرا بروفيسور عدد بنجار شكرا بروفيسور رحلياس وشوفكم في حلقة أخرى إن شاء الله مع السلامة وعن قريب موسيقى